في بداية السنة نطبع كتاب عندما يبدأ الدوام نبدأ بعمل التنقلات المفروض هذه كل الأمور تحسب خلال العقلة الصيفية بحيث أنه عندما يبدأ الطالب بالدوام بالمدرسة يجد أنه كل شيء جاهز يباشر من أول يوم نحن ناخذنا شهر شهر ونوص نحن مدرس ماكو كتاب ماكو جدول ماكو الأمور غير منسقة المدارس يعني تعرف أنه حضرتك هاي السنة هناك التنقلات حصلت أثناء بداية الدوام بحيث أنه هناك مدارس يقول لك هاني ما عندي يعني أجيب يعني تعرف حضرتك أنه لما زوجت طرعة تقاعد هي وزميلاتها أنه ماكو تعويض للمدرسة اللي طرعوا من عدها بحيث أنه تعرف معلمة صار لها فترة طويلة في هاي المدرسة فبالتالي من طرعة التقاعد ماكو بديد أجي حل لمكانها يعني المفروض أنه تعويض أنه هناك تحسب أنه الموظف الفلاني راح يطر تقاعد بفلان تاريخ فبالتالي أنه أنا لازم بفلان تاريخ أعوض مكانه بمعلمة أخرى هذا ما قاعد يصير هذا ليش يصير لأنه ماكو هناك تخطيط عداري مع العلم أنه المشرفين يتواجدون بالمدارس أكثر من التربية لكن المشكلة أنه ماكو تخطيط حقيقي التخطيط يجب أن يتم بكل شيء أثناء العطلة الصيفية بحث أنه عندما يجدهم الطالب عدة كتب الطالب عدة جدول الطالب الكالر تدريسي متكامل فبالتالي راح يبدأ بكل هم ونشاط لكن لما يأخذنا شهر ونصف شهرين تعرف أنه في أحد المدارس امتحنا شهرين خلال أسبوع أقسم برب الكعبة وهاي حفيدتي في هذه المدرسة امتحنا شهرين في خلال أسبوع لأنه ما يلحقون لأنه الفترة طويلة ما عدتوا مدرس تعرف هاي القضية شو صارت؟ يعني هذا القضية هذا طبعا يجي إلى التخطيط الإداري كوزارة وكمديريات إذن غياب التخطيط أيضا والشكاوي الآن اللي وصلت على موضوع بيع يعني للأسف سادة حسينة بصراحة يعني أتكلم معاك وأني مو متعجب لكن أتألم لما أشوف أنه يقولوا لي تم بيع الكتب والمستلزمات المدرسية من قبل مدير قسم الإدارة والتجهيز عادل عنبر بمديرية تربية الرصافة الثالثة أنه شريك المدير العام وبئر أسراره وكذلك نسيبه منصور الصفقات تعقد في الكرادة منها شراء مدارس أهلية ومعاهد في تركيا وأكثر من هذا من أقدر أن نتكلم أستاذ لأنه هاي كتبول المواطنين لأنه ما نقدر نظر الحقيقة مهددين من زمان ترجمة نانسي قنقر